قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من كمل إيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء على الأعمال وهو صادق على كل ما بعد الموت فإن كل ما بعد موت الإنسان داخل في اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به وهو أصل من أصول الإيمان فإن الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر درجات مراتب فإذا كمل امتثل الإنسان كل ما أمر الله تعالى به ورسوله في قوله وفي عمله في ظاهره وفي باطنه وكل ما نقص إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر حصل منه الإخلال بشعب الإيمان وخصاله ولوازمه ومقتضياته فلهذا يجب على المؤمن أن يفتش نفسه عند أوامر الله وأوامر رسوله وعند نواه الله ونواه رسوله فإن فعلك لأمر الله وأمر رسوله وتركك لنهي الله ونهي رسوله هو من علامات الإيمان وصدقه فالإيمان قول وصدق وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ترجمة نانسي قنقر